بلغة السلاح والقوة ليس سواها صنع اليمنيون طريق خلاصهم في لحظة عصيبة من تاريخ بلاد ظلت ترزح منذ ما يزيد عن قرن تحت غيمنة الاستعمار وسلطة المحتل حيث سقطت راية المملكة العجوز وغادر آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن في 30 نوفمبر من العام 67 التاريخ الذي تحل ذكراه الثانية والخمسون هذه المرة واليمن يواجه حرب الأطماع والنفوذ انقلاب على الدولة في الشمال تنفذه منذ نحو خمس سنوات ميليشيا الحوث المرتبطة بإيران وآخر في المحافظات الجنوبية تبركه وتمول تشكيلاته وأحزمته دول أقليمية على رأسها الإمارات والسعودية والمحاصلة ألقى اليمن في مستنقع الصراع الإقليمي والحرب بالوكالة تختلف أدوات وبصمات المخططين والمنفذين لكن مساعي وأطماع الاحتلال ورغبات السيطرة على الجغرافية بالجزر والسواحل اليمنية واحدة ولا زال الاحتلال يعود بعد مضي 52 عام من الجلاء من خروج البريطانيين من عدن وهو الآن يعود بطريقة أو بأخرى مدعوماً وسائل طريق مختلفة كما نشاهد اليوم لأزال الجيش الوطني لا يستطيع العودة وهذا دليل على أن هناك احتلال بطريقة ناعمة سنوات من المواجهة والاحتراب لم يتوقف معه الجرح اليمني النازف بأحلام الدولة والجمهورية والسقلال السيادة الوطنية منذ عقود طويلة وحتى الآن ورغم سلبية التعاطي الإقليمي والدولي ومحاولة شرعنة الانقلابات على حساب الشرعية المعترف بها دولياً تحاول في مضمون غنيل من السيادة وابتلاع الجغرافية اليمنية إلا أن معركة اليمنيين مع الانقلاب وأدوات الاحتلال لم تنتهي بعد هناك أطماع جديدة من بعض من يريد أن يحتلوا اليمن سواء من الميليشيات الانقلابية الحوثية ومن يدعمها أو غيرهم ونحن نؤكد من هذا المكان باسم الجيش الوطني أننا لا يمكن أن نرضى ولا يمكن أن نقبل باحتلال اليمن مرة أخرى تضيع خيارات النجاة وفرص السلام في اليمن في حين تشهد البلد أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية ولعل هذا لا يعني شيئاً لقوى النفوذ ومساعي الاحتلال والتوسع والهيمنة التي من الواضح أنها تدرك جيداً معنى أن يكون القاتل والقتيل يمنياً علي الجرادي قناة بلقيس